أهلا وسهلا فيكم في برنامج أحدث فرقاً معي أنا إلياس كسابري راديو الحياة قابل عطا محسن من جمعية الرحمة للرعاية بالأيتام عطا شو هي مؤسستك وإم تبلشته؟ اسم منظمتنا هي جمعية الرحمة لرعاية الأيتام تأسست في بيت اللحم في 23 سبعة 2012 وبدأت في عدد قليل من الأيتام حوالي خمسين يتيم والآن هي تعتني بحوالي خمسمائة يتيم من جميع أنحاء محافظة بيت لحم ويشمل ذلك القرى والمخيمات الثلاث دهيشة والعيدة وعزة وريف الشرقي وريف الغربي في بيت لحم لماذا بلشتك مؤسسة؟ نحن بدأنا كمجموعة من المتطوعين لمساعدة الأيتام الموجودين في محافظة بيت لحم والذين هم بحاجة إلى المساعدة الذين فقدوا آباءهم هل الأمهات اللي فقدوا أزواجهم عطرات عن العمل فبالتالي هم بحاجة لرعاية ودعم؟ نعم هؤلاء الأيتام بحاجة إلى المساعدة لأن أمهاتهم في معظم الأحيان لا تعمل هم فقدوا الأب الذي يعيلهم أما الآن فهم بحاجة لمساعدة لأن الأم لا تعمل كميش على الأطفال اللي بتدعموهم وبتديروا بالكوا عليهم؟ نحن نعتني بحوالي 500 يتيم كما أقول في السابق من جميع أنحاء المحافظة وهم أيتام إما شديد الحاجة أو يتيم محتاج شو هي طبيعة المشاريع اللي بتقوموا فيها مع الأطفال؟ نحن نعمل على تطوير أنفسنا من أجل مصلحة الأيتام من أهم أهدافنا هي كفالة اليتيم الشهرية التي تعطى للولد اليتيم عن طريق الأم أو بالمساعدات العينية مثل طرود الغذائية وممكن كسوة العيد في أيام العيد وكسوة الشتاء في أيام الشتاء وبالإضافة إلى مشاريعنا التي تدخل الفرحة على الأيتام مثل رحلات الخارجية خارج مدينة بيت لحم وكذلك المخيمات الصيفية التي نعملها في الصيف العطلة الصيفية للمدارس وأدت برامج أخرى نسعى إلى تطويرها لمصلحة الأيتام هل اللي بتعملوا مع الأطفال في كل فلسطين ولا بس في منطقة بيت لحم؟ نحن نعتني بالأيتام في محافظة بيت لحم فقط حتى نتمكن من تقديم أفضل أداء لهم على طوال العام هل أنتم موالين من الحكومة ولا فقط جمعية خيرية؟ السلطة الفلسطينية هي بالتأكيد تتعاون معنا لصالح الأيتام وهي التي تعطينا الترخيص اللازمة وتقدم التسهيلات اللازمة أما بالنسبة لنا فإن علينا أن نبذل مجهودا كبيرا نحن العضاء الموجودين المتطوعين في الجمعية لخدمة هؤلاء الأيتام لتوفير الكفالات الشهرية وتوفير المساعدات العينية والنقدية والمساعدات الطارئة وجميع الاحتياجات التي يحتاجونها هؤلاء الأيتام هل بتقوموا بزيارات للبيوت والعائلات وبتقيموا العائلات عشان تعرفوا شو احتياجهم؟ نعم نقوم بزيارات متنوعة بين الحين والآخر للوقوف على احتياجات الأيتام بشكل دقيق لما بتروحوا على البيوت هل في حالات بتكون صعبة جدا؟ نعم كمنا بزيارة حالات متعددة وهم أمس الحاجة للمساعدة شديدي الحاجة هؤلاء الأيتام الذين كمنا بزياراتهم فتحنا لهم ملفات خاصة ونعطيهم الأولوية في المساعدة مرات لما بتزوروا بعض البيوت هل بتكون معيشتهم صعبة وبتكون صدمة لإلكوا وإشي محزن لإلكوا؟ بالعكس هم يكونوا سعداء عندما نكون بزيارتهم لأنهم يعلمون أننا قادمون لمساعدتهم فنختار الوقت المناسب لزيارتهم عندما يكونون موجودين في البيت وعائدين من المدارس لأنهم بحاجة ماسة إلى المساعدة ولا يوجد من يعيلهم هم فقدوا والدهم أو أبوهم المعيل الوحيد لهذه الأسرة أكيد بيكون إشي جميل لما تشوفوا طفل سعيد لما تزوروهم وتقدموا المساعدة إليهم نعم نشعر بالسعادة عندما نرى هؤلاء الأيتام الأطفال وقد أدخلنا السرور والسعادة على نفوسهم هل أنت أب للأيتام؟ هل عندك 500 طفل؟ نعم أنا أشعر بأنني الأب لهؤلاء الأيتام جميعا وأنا سعيد جدا بمساعدتهم وتقديم العون لهم بتصور بعد فترة الأطفال رح يكبروا هل بيرجعوا وعشان يزوروا المؤسسة ويجوا يسلموا عليكم؟ نعم نعم هم يشعرون بالسعادة ولذلك هم يقدمون لنا الشكر بين الوقت والآخر ويكونون بزيارتنا لتقديم الشكر ونحن لا ننتظر شكرا منهم فهذا واجرنا ليش بتقوموا بهذا العمل؟ لأنني أحب العمل الخيري ويحب مساعدة هؤلاء الأيتام هل بتشعروا أنكو بتحدث فرق في المجتمع؟ نعم أشعر بالتقدم بين الحين والآخر نحن في السنة السادسة لهذه الجمعية وكل سنة نتقدم عن السنة السابقة بكثير شو هي تمنياتكم للعائلات في المستقبل؟ أتأمل أن أدخلت السعادة على نفوسهم وأحس بأن أبوهم نحن في المقام الأول مكان أبوهم الذي توفي هل في عندكو كتير متطوعين بيعملوا عندكو اليوم؟ وهل أنتو بحاجة لمتطوعين أكتر؟ نعم يوجد متطوعون لدينا عدد كافي ولكن بين الوقت والآخر يتقدم لنا متطوعون لتقديم نشاطات مختلفة من أجل إدخال السعادة على هؤلاء الأيتام عندكو موقع على الإنترنت فعشان اللي بحب يعرف أكتر عنكو شو هو موقعكو على الإنترنت؟ نحن لنا موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جمعية الرحمة لرعاية الأيتام أو باللغة الإنجليزية الرحمة Society for Orphan Care ولنا بريد ألكتروني إيميل رحمة underscore society at hotmail dot com ولنا تليفون للتواصل اللي هو 00970 22748 066 هذا للتواصل المباشر مع المكتب مكتب الجمعية أشكرك على زيارتك لنا في مكار الجمعية وهذا شرف عظيم لنا وأتأمل أن يكون هذا لصالح الأيتام شكرا عطا وشكرا لإستماعك وبرنامج أحدث فرقا معي أنا إلياس كسابري وأنت شو بتعمل عشان تحدث فرق في مجتمعك؟ شكرا للمشاهدة